موسيقى مسجدات الاقتصاد العالمي وما يدور فيه رائد الخضر الرئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروبي ينظم إليه في الستوديو رائد أهلا بك أهلا بك سريعا قبل أن نتحدث في هذا التوقيت إجراءات التحفيز هذا ما نتحدث عنه والمفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين ما الذي سينتج عنها برأيك يعني أعتقد سوف يكون هناك خطة التحفيز ولكن الوضع العام يخرج عن السيطرة من أنه الوصول إلى مرحلة الكساد الاقتصادي نحن نتحدث كان في البداية أزمة انتشار كورونا الفترة قصيرة جدا الفترة قصيرة جدا بمعنى التوقف عن العمل أو التوقف عن الأنشطة التجارية أو ما إلى ذلك لمدة قصيرة وخلال فترة قصيرة حتى الآن ولكن الأثار السلبية ككساد اقتصادي ممكن أن تمتد لفترة أكثر طولا وخصوصا أن انتشار الفيروس لا يزال موجود بالتالي أي إجراءات تحفيزية يتم اتخاذها يبتلحها الأسواق سريعا وتبتلحها الرأي العام سريعا دون أن يكون لها التأثير الحقيقي طالما الفيروس لا يزال ينتشر لا أحد يعلم إلى متى سيستمر هذه الحالة من انتشار الفيروس وحالة الإغلاق الموجودة عالميا ولكن السؤال هل سيقودنا ذلك إلى سيناريو 1929 وكساد عالمي يستمر للسنوات بعد ذلك لتعويض أثاره؟ يعني خلينا نكون منطقيين كمان نحن في عندنا تطورات كبيرة حدثت على الاقتصاد العالمي منذ الكساد الكبير بال29 حتى اللحظة بالتالي سرعة التعافي مع انتهاء المسببات والمؤثرات ستكون أكبر بكثير من الأزمة التي كانت قد حدثت ولكن نفاذ الأدوات يعني قد تكون بنفس الحجم ولكن التعافي أسرع بلا شكل هي بنفس الحجم وممكن حتى تكون أكبر كتأثيرات وكأرقام ولكن الاقتصاد قادر على التعافي بسرعة إذا ما تم إلغاء المسببات المسببات هي الانتشار الفيروس حتى الآن لم تصدر الأرقام ولكن مستويات البطالة عالية ومرتفعة بشكل كبير ستكون وأثارها سلبية على الاقتصاد ككل طيب اليوم هناك معضلة في العالم أن الحل الوحيد لاحتواء الوباء هو جلوس الناس في المنازل ومنع الناس من النزول إلى العمل هذا يعني الناس جالسة في المنزل لا يوجد اقتصاد يعني هذه معضلة بسيطة ولكن يوجد مستقبل الاقتصاد نعم يعني لتحدث في الوضع الحالي الوضع الحالي الناس جالسون في المنزل لا يوجد اقتصاد وحتى أن يكون هناك دواء أو يتم الحد من انتشار الفيروس هذا قد يستغرق شهورا الاقتصاد إلى أي مدى قابل للتحمل اقتصاد العالم هذه الحالة هو اقتصاد العالمي فرجائل وواصل لمرحلة من الضعف كبيرة جدا ولكنه ضخم هذه هي الفكرة الضخام الموجودة في الاقتصاد العالمي تضمن أنه نحن دائما يكون في عنا متنفس لفترة أطول نوعا ما ولكن النقطة الأهم هي الحد من الانتشار والبقاء في المنزل أو ما إلى ذلك من إجراءات هي سلبية في الوقت الراهن ولكن تقلل بشكل كبير من المدة الزمنية التي يمكن انتظارها أنت ذكرت لا أحد يعلم ولكن نعلم إذا نحن كان في عنا حجر إلى درجة كبيرة مطبق عالميا واتقاء سبل الوقاية ممكن يكون هناك تسريع في الحلول وهذا ما يجب أن يكون التوجه إليه من قبل الحكومات أجمع جيمس بولارد رئيس الاحتياط الفدرالي في سانت لويس يقول أن الاقتصاد الأمريكي سيترجع وينكمش 50% هذا رقم ضخم 30% معدلات بطالة هذه توقعات رئيس الاحتياط الفدرالي في سانت لويس يعني يعلم هو ما يتحدث عنه هذه الأرقام ضخمة للغاية عن العام الجاري 2020 سوف يكون هذا الرقم وسوف يكون هذا الكساد لأنه بشكل واضح تم توقف أليات العمل إجمالا ولا يوجد هناك أي نوع من الناتج وبالتالي ما ينتظره كناتج محلي إجمالي انخفض بشكل حاد خلال الفترة الحالية إلى ما أكثر من 70% إذا تحدثنا هو ليس فقط إذا بنتحدث عن الشهر الحالي فنحن دون مستويات الإنتاج في الشهر الحالي بأكثر من 70% وحتى 80% لأنه عملية إيقاف مطلقة لموجودة حاليا لعجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاقتصادات العظمة ككل طيب تأثير على الأسواق السوق لازلت حالة الهلع موجودة طبعا بسبب كل هذه الأعداد الآن السوق يعني متى يمكن أن يبدأ في استعاب ما يحدث ويبدأ مرحلة تكوين قاع وهل سيكون تكوين قاع يعني يو ريكوفري على شكل يو كما حدث في الأزمة المالية 2008 أو الريكوفري نستغرق سنوات من الأسعار المنخفضة يعني أولا يجب أن نكون على قناعة أن هناك مزيد من الانخفاضات القادمة في الفترة القادمة وممكن أن نصل إلى مستويات حتى الآن كنسب نحن لا نزال نسبة الانخفاض التي حدثت سواء على المؤشرات الأمريكية هي لا تقارن بالأزمة المالية العالمية أو لا تزال الأزمة المالية العالمية أكبر نسبيا بالتالي نحن نتحدث عن إمكانية مزيد من التراجع والانخفاض وطالما الضوء آخر النفق لا نراه حاليا في الوقت الحالي لا تزال مبهمة بالنسبة للأسواق طالما لا يوجد هناك ماذا بعد هذه المرحلة هل سيتوقف انتشار الفيروس السارس توقف من تلقاء نفسه من نتيجة إجراءات العزل وما إلى ذلك وعدت الأسواق خلال فترة قياسية سريعة الآن الانتشار أوسع بكثير بالتالي لا يمكن تحديد هل هي U أو L هل هي سوف يكون هبوط وامتداد لفترة طويلة أو عودة وتراجع سريع إذا لم يكن هناك تقييم حقيقي هل توقفت الأزمة المسببة أم لا وهي حتى الآن لم تتوقف نتمنى أن تتوقف قريبا رائد وينتهي العالم من هذا الكابوس أشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب شكرا لك على هذه التحليلات شكرا لكم على المتابعة متوقف مع فاصل والبوصر شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة